فصل جديد تدخله الأزمة الإيرانية مع الولايات المتحدة عقب توجيه الرئيس الأمريكي ترامب لطهران رسالة تحزير من هجوم وشيك ردا على إسقاط إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوية الدولية فوق مضيق هورموز عدم توجيه ضربة عسكرية لإيران في الوقت الحالي لا يعني انتهاء التهديد الأمريكي لإيران أتوقع بأن الولايات المتحدة مصرة على رضوخ إيران للمتطلبات الأمريكية وبنود الـ 12 التي أعلنها بومبيو وأهمها هي وقف تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية وسحب الميليشيات الإيرانية من سوريا ووقف تهديد وتمويل الميليشيات الأخرى كحزب الله في المنطقة العربية فبعد ساعات من الرسالة التحذيرية من الرئيس ترامب لطهران أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن واشنطن مستعدة للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة ولديها القدرة للرد بقوة على أي تطور للأحداث المبعوث الأمريكي إلى إيران براين هوك بدوره أكد أن المرحلات المقبلة تشهد الصدام مع طهران المسؤول عن زيادة التوتر بالمنطقة لرفضها كل المبادرات الدبلوماسية لنزع فتيل التوتر فيما يرى الخبراء بأن التصعيد غير مبرر من جانب طهران وبجانب تأكيدات أمريكية بشأن موافقة الرئيس ترامب على تنفيذ ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية ثم تراجعه عن القرار يزيد المشهد تعقيداً ويطرح تساؤلات عما تحمله المرحلة المقبلة في الصدام ما بين طهران وواشنطن لكن بعض الأوساط السياسية ترى أن إرجاء العملية العسكرية الأمريكية ضد طهران يستند إلى منح الرئيس ترامب فرصة أخيرة لإيران لتحجيم مشهد التفاوض معها والضغط عليها بشكل أكبر مع التأكيد على أن التحرك العسكري ضد طهران يصبح الورق الأخير لدى واشنطن في ظل هذا التوتر وعلى الرغم من تراجع الرئيس ترامب في اللحظات الأخيرة عن قرار توجيه ضربة محدودة لإيران يرى الخبراء بأن توجيه ضربة أمريكية معنوية لإيران قادم لا محال بسبب السلوك العدواني لطهران في المنطقة لقناة الإخبارية طهران